تفقد جلالة الملك حفظه الله الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة ثامن شتنبر وخلف خسائر بشرية ومدية هامة في العديد من جهات المملكة وهكذا قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بزيارة مصلحتين الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال حيث استفسر جلالته عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبئة على إتر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وتأتي هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين ولدويهم لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز وقد تم استقبال حوالي ألفين ومئة وواحد وسبعين مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش أسفي من بينهم أربعمائة وأربعة وتمانون مصابا بإصابات بلغة وألف وخمسمائة وسبعين بإصابات خفيفة فيما لازال مئتان وتمانية وأربعون شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج وندكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كان قد ترأس السبت الماضي جلسة عمل خصصة لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة وتنفيذا لتعليمات السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل وسائل بشرية واللوجستية مهمة جوية وبرية وكذا وحدات تدخل جراحي متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني وكذا من أجل الإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامة والأشخاص في وضعية هشة التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيمة فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المأنية فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي